التقاث بالسيد السوداني يوم الأحد الماضي شنو اللي صار خصوصاً اليوم أكو زيارة لوزير الداخلية إلى المحافظة نعم نحن التقينا على مدى أكثر من ساعة بسيد دولة رئيس وزراء شرحنا له تفاصيل عن وضع الناصرية ربما يكون وصلت لمعلومات أكيد باعتبار رئيس حكومة عن طريق إما نواب آخرين أو عن طريق جهات حكومية أو تنفيذية أو جهات أمنية قد تكون المعلومات مصحيحة مدقيقة قد يكون هناك ناس تريد تورطها مثلاً بمواجهة بخلق أزمات أكو هيت شيء ربما هناك جهات حتى داخل الناصرية هذا يطمع في موقع المحافظ وهذا يطمع في موقع رئيس مجلس محافظة وهذا يطمع في موقع قائد شرطة فبالإمكان أحياناً بعض هذه الجهات أن تخلط الأوراق نحن على مدى أكثر من ساعة قدمنا لشرح بربقة النائب شيخ أسوان الغزي والنائب دكتور فلاح الهلالي ما كانت وحدي قدمنا شرح عن وضع الناصرية نعتقد أنها خصوصية أولاً وعن وضع الشباب بشكل عام وكنا واضحين يعني كان يتكلم سيد قائد الشرطة عن أربعة آلاف واربعمية وتلات عشر أمر القابض معطل كلها تتعلق بناس قتله مجرمين سراق تجارة مخدرات إلى آخره هذا المعنبي أي شخص كان في دفة المحافظة والناس الموجود في قيادة الشرطة وأيضاً المعنية بوزارة الداخلية وأيضاً المعنبي القضاء هذه الأوامر مصدرت بين يوم وليلة هذه متراكمة صار لها سنين هذه ما المعنية بها بالدرجة الأساس لا إحنا ولا الناس البسطاء اللي بالشارع هذه معنية بها الحكومة تأخذ إجراءها لتصحيح مسار معين وكنا واضحين أنه إحنا نشد على أيديكم ماكو داعي أن يكون هناك مجرم طليق بالشوارع قاتل إلى آخره في مقابيلها هناك 31 دعوة لشباب أعمارهم صغيرة كلها تعود ال31 دعوة كلها تعود إلى أحداث حصلت قبل أربع وخمس سنوات وعبارة عن والله فلان كتب لمنشور بفلان مكان دي حشم جماعته باش نجمع بفلان مكان نطلع نطباهرات كاتب لمنشور والله فلان واقف بباب الدائرة الفلانية وإن كان إحنا في وقتها مو الآن دعوة نتكلم في وقتها كي نقول غلق الدوائر مو صحيح في وقتها قلنا غلق المدارس الاجتدائية المحصلة فشرحنا الموضوع تفهم كتب كثير من الأوراق من الملاحظات تفهم الموضوع حيث ينال عن انتهاك حقوق الإنسان اللي يحصل بطريقة متواترة وانتزاع بعض الاعترافات بطريقة قسرية وهو ما يذكر يعني مع الأسف يذكر بما يحصل كان في زمان النظام البال حيث ينا بصراحة حيث ينا بشكل صريح وسجل كثير من الملاحظات وقال لمنطوني مجال هاليوم باشر ان شاء الله سيكون عندي إجراءات احنا طبعا نقدر التزاماتها وما حبينا له عليه باليوم اللي بعده كانت عندنا زيارة إلى رئيس من السقباء الأعلى ما أعلننا عنها حتى لا نسبب حرجا لأحد وحتى يقدر يأخذ إجراءاتها بطريقة مرينة أكثر وزرنا أيضا رئيس المحكمة التحقيق المركزية في بغداد المعنية بالأرهاب والمعتقلين في سجن مطار بغداد الدولي لأنه كثير من الشباب تم ترحيلهم بحدود عشرين نفر تم ترحيلهم من الناصرية إلى سجن في المطار رحنا تتبعنا الأمور دا يعدونا خيرا إن كان السيد رئيس الوزراء وإن كان رئيس المجلس قباء الأعلى ورئيس المحكمة المركزية حتى السيد قائد الشرطة كان يتكلم بطريقة إيجابية وإن كان أحيانا بعض الأفعال يعني متجي مع الكلام إنه أنا تمام خليجوني سلموا نفسهم ثم تستمر المداهمات